ما هي أسباب النزاع بين أرمينيا وأذربيجان على منطقة ناغورني كاراباخ؟ يعتبر إقليم ناغورني كاراباخ منطقة انفصالية تعيش فيها غالبية أرمينية ترفض سلطة أذربيجان عليها وقد تجددت فيه المعارك خلال الليلة الفاصلة بين الثاني والثالث من شهر أبريل 2016 مما أدى إلى مقتل نحو ثلاثون شخصا في صفوف الطرفين وأعلن هذا الإقليم أعلن في نهاية العام 1991 لاستقلاله عن أذربيجان من دون أن يحظى باعتراف أي دولة ولا حتى أرمينيا وخلال هذه الفترة الممتدة من بين سنتي 1988 إلى 1994 شهد إقليم ناغورني كاراباخ حربا بين أرمينيا وأذربيجان أوقعت حوالي ثلاثون ألف قتيل وأدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص غالبيتهم من الأذربيجانين ويقع إقليم ناغورني كاراباخ بين إيران وروسيا وتركيا وهو لا يزال تابعا بنظر المجتمع الدولي إلى أذربيجان في سنة 1805 أصبحت هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من روسيا القيصرية وشهدت معارك خلال الحرب الأهلية التي أعقبت الطورة البولشوفية سنة 1917 وخلال الحكم السوفيتي ألحقت منطقة ماغورني كاراباخ بجمهورية أذربيجان السوفيتية آنذاك إلا أن سكان هذه المنطقة صوتوا في العاشر من ديسمبر سنة 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في استفتاء بشكل كاسح لصالح الاستقلال عن أذربيجان في سنة 1993 وبعد خمس سنوات من الحرب سيطر الأرمن على منطقة آمنة داخل أذربيجان تقع بيننا كاراباخ وأرمينيا وتبلغ مساحتها نحو ثمانية آلاف كيلومتر مربع أي نحو 20% من مساحة أذربيجان وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مايي 1994 بعد انتصار الطرف الأرميني إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام ورغم المفاوضات التي جرت تحت إشراف مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فإن باكو ويريفان لم تتوصل إلى اتفاق حول الوضع الذي ستكون عليه منطقة ناغورني كاراباخ في نوفمبر 2008 وقعت أرمينيا وأذربيجان إعلانا يدعو إلى تسوية سلمية للنزاع إلا أن المعارك بين القوات الأرمينية والأذربيجانية تواصلت وفي سنة 2012 أعيد انتخاب باهو ساهكيان رئيسا لناغورني كاراباخ لمدة خمس سنوات جديدة وفي آب أغسطس 2014 قتل عدد من الجنود الأذربيجانيين في اشتباكات مع الأرمين وفي 20 نوفمبر من العام ذاته أسقطت القوات الأذربيجانية مروحية عسكرية أرمينية مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن هذه المروحية حاولت مهاجمة مواقع للجيش الأذربيجاني وخلال ليلة الواحد والثاني من أفريل 2016 أوقعت مواجهات بين الطرفين 18 قتيلا في صفوف القوات الأرمينية و 12 قتيلا لدى القوات الأذربيجانية بحسب ما أعلنت طرفان لدان تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التوتر وتبلغ موازنة الدفاع في أذربيجان أضعاف الموازنة الكاملة لأرمينيا وسبق أن توعدت باكو مرارا باستعادة منطقة ناغورني كاراباخ بالقوة وفي المقابل تؤكد أرمينيا المدعومة من روسيا بأنها جاهزة لصد أي هجوم الأذربيجاني